اشتركوا في القناة لماذا تلحد أيها الملحد تلحد لأنك لا تؤمن بوجود الله ولأنك تريد أن ترى الله كما طلبت اليهود من نبي الله موسى عندما قالوا أرن الله جغرا أم تلحد لأن تكاليف الإسلام ثقيلة عليه وقيوده شديدة عليه فتريد أن تشرب الخمر أو تزني أو تتعامل تعامل الشاذين فتشز عن الفطرة أم أن قيود الإسلام ثقيلة وأنت لا تستطيع أن تفي بها أم أنك عندك ضائقة مالية أو أزمة نفسية تمر بها فترى أن الدين هو العائق وهو سبب ما نزل بك من ضيق نفسي وهوس عقلي أم أنك تلحد لأنك لم تجد رجل دين يشبع أسئلتك ويرد على إجاباتك ويصلح لك أمرك أم أنك فقدت فيه القدوة أم أنك تلحد لأنك عندك هوس سياسي فتقلبات السياسة تجعل بعض الناس في حيرها بين هذا وذات أم أنك تلحد لأنك تدخل على مواقع مشبوهة وعلى مواقع ضالة وهذا يخرج بك من الهداية إلى الحيرة ومن النور إلى الظلمة أم أنك تلحد لأنك تقلد تقليداً أعفا فتقلد الملحدين في بلاد الغرب وفي أوروبا وهؤلاء يلحدون لوجود المتع المادية والكماليات الدنيوية والتي خرجت بهم من تحمل مشاق الحياة والسعي على أكل العيش وخرجت بهم إلى التمرد على القوانين تعالى من الإلحاد فهو مرض قديم قدم السماوات والعرض ليس حديث الإلحاد ليس فكر حديث طارئ على الصحة كلا القرآن القرآن تحدث عنه وعالج قضيته علاجاً ناجعاً مع المكلفين عندما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وعندما قال تعالى في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظل نذقه من عذاب أليم أي أن الإلحاد لو وقع في أرض ما أو في مكان ما فهو حرام وأشد حرمة إذا وقع عند المسجد الحرام كما حرم الإسلام أن الإلحاد في القرآن وفي آيات ناه وتأويلها تأويلاً فاسداً ظلها وتوعدهم الله تعالى بأشد الوعيد والتهديد عندما قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير هذا تهديد ووعيد لمن يفسر آيات الله بحماقة وجهل ومن يطعن في القرآن تجد بعضهم يريد أن يصوي بآيات القرآن ويصلح أشياء فيها مريض في عقله من أنت وما حجمك أمام القرآن وماذا أوتيت من أدوات التصويب والتصحيح حتى تصحح آيات القرآن أو تعترض على آيات القرآن أقول لكل ملحد اجلس مع نفسك أولا وحكم عقلك الذي هداك الله به ثانيا ثم ابحث عن حكيم وعن رشيد فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها سأل نفسك أنت تنكر وجود الله فمن الذي خلق السماوات ومن الذي خلق الأرض ومن الذي صورك فأحسن صورتك أليس هو الله من الذي خلق الجبال وأجر البحار والأنعار من الذي خلق الطير والأجار سأل نفسك هل رأيت بابا يصنع نفسه بدون نجار هل رأيت ثيابا تصنع نفسها بدون ترزي أو خياط ألا هل رأيت هل رأيت فإذا كنت تعلم أن كل صنعة لا بد لها من صانع فاعلم أن هذا الكون له خالق ومدبر وصانع قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ترجمة نانسي قنقر